اشتركوا في القناة عبر تنفيذ اجندات خبيثة لتكون كالعادة دماء الابرياء وقودا لها يدرك الشارع العراقي جيدا بانه لا طمأنينة في العراق الا عبر التعويل على التماسك الوطني وحراسة ثوابته ويعي جيدا ان الوحدة الوطنية هي الجسر الامن لاجتياز نيران الاقتتال الداخلي والحفاظ على الارواح المقدسة المشهد حاليا في شوارع بعض المدن العراقية مختلف عما سبقه فلا يمكن لدعاة الطائفية انهض من جديد فاليوم هنا ارض حكومية صلبة استندت على روح وطنية ورئيسها يسعى ان لا يكون مجرد تكرار لأسلافه لانه لا ينتمي للمدرسة ذاتها لا يحمل على كتفيه اثقالا حزبية او قراءات قديمة لطريقة ادارة الدولة اذا يختار العراقيون سياسة تطبيب الجراح وينبذون تلك الاصوات التي صدعت وحدتهم فالعراق بالنسبة لهم اولا قبل كل شيء وليس القومية او الدين او المذهب او الطائفية او العشرة اشتركوا في القناة